في خطوة لا أحد يعلم مدى نجاحها إلا بتطبيقها على أرض الواقع لأسباب لعل أهمها أنه بشكل مبدئي ولأنه ليس وقفا فعانا للقتال لكنه يشكل خطوة على هذا الطريق في جنح الظلام وفي مدينة جدى السعودية وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على اتفاق مبدئي أولي أعلن خلاله التزامها بسيادة السودان ووحدته بالإضافة إلى امتناع الطرفين عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية مع أعلاء مصلحة الشعب السوداني وجعلها أولوية لهما الاتفاق شمل أيضا سماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة إضافة للالتزام بالإجلاء واحترام المرافق العامة والخاصة في السودان وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة بالسودان أما عن فترات التوقف الإنسانية فقد أكد الطرفان اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لعمليات الإغاثة الإنسانية هناك الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات لبقاء المدنيين على قيد الحياة كما الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة في السودان الاتفاق كان صداه إيجابيا بين الأوساط السياسية والعسكرية في السودان إذ أعلنت عدد من الحركات السياسية بالداخل السوداني ترحيبها أو في الخارج لعدد من دول العالم والمنظمات الدولية ورغم ذلك فإن أعلان جد ربما يكون الخطوة الأولى في الطريق الصحيح نحو التواصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وهو ما كشفت واشنطن عن الترتيب له في خطوة المفاوضات التالية التي ستضمن التفاوض على إجراءات أمنية محددة في السودان الوضع في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية بات لا يحتمل المزيد من التضهور مع تساع القتال إلى حرب شاملة تتزايد جرائها أعداد اللاجئين والهاربين من القتال إلى الدول المجاورة نهيك عن ارتفاع الاحتياجات الغذائية والطبية في بلد وجد الشعب فيه نفسه يدفع ضريبة خلاف عسكري زهق العديد من الأرواح بلا تورا